بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ذكرني أحد الإخوة بالآيات التي فسرناها صبيحة البارحة وقال لي بما معناه أنك قد جئتنا بتفسير لم نعهده بكثير من التفاسير وهو قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها فذكر هل يمكن نحن أن نأتي بتأويل أو تفسير للقرآن لم يسبق أن ذكر أو أن ترح فالحقيقة نعم يمكن خاصة في القضايا المستجدة في القضايا الحديثة ولكن شريطة أن يتوافق هذا الأمر مع قواعد التفسير رقم واحد رقم اثنين كذلك أن يتوافق مع قواعد اللغة العربية ثلاثة أن لا يتعارض مع شيء ورده في سنة النبي وفي القرآن الكريم يعني ما يكون في آية ثانية تعارض هذا الكلام ولكن الحقيقة بالنسبة للآية التي ذكرت بموضوع خلق السماوات بغير عمد ترونها فبعد بحث بالموضوع وجدت في تفسير ابن كثير وتفسير ابن كثير يعني يعتبر من أهم التفاسير ورد بالنص يعني روية عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بس كفكرة سريعة ابن عباس وخير الصحابة في التفسير النبي عليه الصلاة والسلام دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لابن عباس أما مجاهد وقتادة فمجاهد هو أكثر لمفسرين من التابعين وأخذ عن ابن عباس قال أنا ثلاثين خدمة مع ابن عباس أسألوا عن كل آية وأستوضح منه فمجاهد ومن أهم المفسرين وقتادة هو أفضل تلاميذ مجاهد فهدول يعني عصر الصحابة المفسرين فشو قالوا وغير واحد يعني روية عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد أنهم قالوا بغير عمد ترونها لها عمد ولكن لا ترى لها عمد فاستنبطوا طبعا هذا الشيء من النص كما بينا البارحة يعني استنبطوا هذا الشيء من دلالة النص أنهم كانوا عرفانين لا بالجاذبية ولا بالقوة المذكورة ولا بكلها القضايا وإنما وجدوا أن النص هكذا معناه لها عمد ولكن لا ترى هلأ طبعا فيه آراء أخرى طبعا بالتفسير ومعظم الآراء الأخرى هي الغالبة ولكن هذا التفسير واضح وصريح لعمالقة التفسير وبالله التوفيق طبعا يا أحبابنا نحن اليوم في آخر يوم من أيام رمضان مثل ما بيقولوا يعني ختامها مسك يجب أن يكون الختام مسك يجب أن يكون هذا اليوم يوم مميز في رمضان ويجب أن نختم هذا الرمضان كما كان يفعل الصالحون كما كان يفعل الأولياء كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يختمون أعمالهم الصالحة بالاستغفار بشو قال يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار وبالتوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سورة محمد الآية 19 فالاستغفار الحقيقة يعني هو ختام الأعمال الصالحة فدائما نحن بعد ما منصلي نستغفر بعد ما منصلي نستغفر فكذلك الأمر في مجالس الذكر يكون الاستغفار فالصيام يختم بالاستغفار كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله وهو يعتبر الخليفة الراشدي الخامس وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز كتب إلى كل الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة صدقة للفضل طبعا أنه ختموا شهر رمضان بشو؟ ختموا شهر رمضان بالاستغفار والصدقة فالاستغفار فضيلة وفضيلة عظيمة فأكثروا الاستغفار فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب قلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارة فالاستغفار يا أحبابنا هو يفتح باب الرزق يفتح باب المطر يفتح الأبواب المغلقة كلها بإذن الله عز وجل لذلك يا أحبابنا نختم شهر رمضان كما قال يعني أبونا آدم شو قال سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لأعراف 23 وكما قال سيدنا نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين ما عن نحل ما عن نحل يا رب إلا مغفرتك ورحمتك وسيدنا نوح أدرك هذه الحقيقة وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وكما قال سيدنا إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين سورة الشعراء 82 وكذلك قول سيدنا موسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي سورة القصص الآية 16 وكما قال سيدنا يونس لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالم فصيامنا يا أحبابنا أد ما حاولنا انجوده أد ما حاولنا يبقى بحاجة إلى أن يعني نغلق ثغراته بالاستغفار فمن مننا لم ينطق بكلمة لم ينطق بتصرف لم يخرج منه شيء يبقى الإنسان بشر من مننا لم يخرج يعني أيام صومه بشيء من اللمم بشيء من الخطأ بشيء فلذلك يا أحبابنا يأتي هذا الاستغفار فيجبر هذا الأمر فلذلك يا أحبابنا هكذا كان حال المحسنين في عبادتهم فكيف حال المسيئين كيف حال الخاطئين والمذنبين فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين وصفهم بالقرآن الكريم قال له قم الليلة إلا قليلة نصفه ومنقص منه قليلة أو زد عليه فكانوا أصحاب النبي يقومون مع النبي كلهم كانوا في بيته يعني ومع ذلك وبالأسحار هم يستغفرون قال بعد كل قيام الليل وبعد كل هالوقوف وبعد كل هالكذا شو يكون بالآخير قال الختام يكون بالاستغفار ليش أولا لإغلاق باب الشيطان ليش لأن الشيطان بده ينطلق بعد رمضان أول يوم العيد بعد صلاة العيد غريبا بتلاقي اختلفت الأمور فها خلصت تكبيرات العيد طلعت العالم تلاقي في شي اختلف بالجو فتخرج فيأتي الشيطان بيقول له هلأ عندك حسنات كتير أنت يعني معاك مصاري صروف عندك حسنات فأنت عامل شغلة كتير كبيرة أنت بليلت الأدر ضليت للفجر فيعني كأنه فتحنا القسطنطينية يعني إذا نحن عدنا بليلة للفجر فهذا عمل يعني بيضل طول السنة قاعد هو مخدر على أنه هو أحيالي للفجر لا يا أحبابنا بدنا ننتبه إلى هذه المداخل وإننا ننتبه إلى هذه الأمور وبدنا نختم عبادتنا بالصيام عبادة الصيام بدنا نختمها بالاستغفار وبتأكيد التوحيد فعلم أنه لا إله إلا الله العمل لله الصيام لله الصيام مو لرمضان القيام لله القيام مو للية القدر أو العمل كله لله فعلم أنه لا إله إلا الله قال إيه بس أنا واستغفر لذنبك فهاتين يا أحبابنا الأمرين العظيمين هؤلاء أمان للأمة هؤلاء أمان للأمة من الزيغ أنا أمان للأمة من إيش من الزلل فلذلك يا أحبابنا كل ما يأتي رمضان لينتهي أذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم صعد فقال آمين ثم صعد فقال آمين فالصحابة يتفاجأوا يعني يصعد النبي ويؤمن يصعد كأن في حوار نحن ما لنا شايفينه كأن في حديث فلما هتلى عليه الصلاة والسلام بالمنبر فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال فقال لي من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله بعدا له هذا هذا لأدرك رمضان وما ما ما نغفر له فبعدا إيش له فقال النبي آمين فقل آمين فقلت آمين ومن أدرك أبوي أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين نوعك إذا عندك والديك أو أحدهم أو أدركتهم فما أدخلوك الجنة هدول شو قال يا أخي يعني حملتهم تقيد وما عم بقدروا الأمور وما لهم فهم مزبوط كله هذا مزبوط كله هذا مزبوط بس هدول بيضلوا بيضلوا الأم والأب والأم والأب يعني بدنا أدمى أدمى جدنا معهم المكسب معنا قال والله يا أحبابنا والله يعني قال له سأله مجرب ولا تنسى الحكيم فكيف إذا أخذت من المجرب ومن الحكيم والله ما رأينا في حياتنا من بر الوالدين إلا الخير والفضيلة والسعادة بإذن الله عز وجل وكل ما صبرت كل ما بتكون سوابك وعطاء الله عز وجل إلك أكبر بهالموضوع قال فدخل فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده وفلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله فلذلك يا أحبابنا ما بدنا نهزن على وداع شهر ربضان طبعا نفارق هالأجواء نفارق ولكن لا نهزن وإنما نحمد الله عز وجل أن بلغنا إياه نحمد الله أنصمنا نفرح ونكبر أن أعاننا الحقيقة على أداء الشعائر أن أعاننا أول شيء على تنفيذ أمره فمن شهد منكم الشهر فليصمه يا رب نحن اليوم صمنا وصلينا وأقمنا استجابة لأمرك واستجابة لدعوتك لا لأي أمر آخر قال يا أخي الناس بتحكي بيقوله ياللي بده يحكي يحكي وياللي بده يقول يقول وياللي بيعجبه وياللي ما بيعجبه على راحته وإنما يا أحبابنا العمل لله وفي الله وفي سبيل الله إلهي أنت مقصودي ورضاك ورضاك مطلوب فلذلك يا أحبابنا أول قضية لابد أن يكون لنا محطات في آخر يوم من رمضان هذه المحطات ماذا استفدنا من رمضان شو استفدت قال قال الحقيقة يعني بدنا نقعد بيقوله نعمل جردة حساب النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا احتسابا أجره عند الله إيمانا بالله غفر له ما تقدم من ذنبه قال إذا أنت صبت فإذا كان في خلل من نية رجع صحي هالنية لساعتك برمضان ليا رب أنا عملي جهدي صدقتي حتى العزيمة اللي عملت برمضان حتى اللي كله فيك وفي سبيلك ما عليش رجع راجع كل هالثلاثين يوم لسا ما نختم الوقت فرجع راجع كل هالشي إيمانا واحتسابا وهذا الإيمان والاحتساب بده نمي عندنا مواهب كثيرة استفدناها في رمضان من أهم هذه المواهب هي موهبة الإخلاص الإخلاص ترك طعامه وشهوة لأجل الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه القيمة هذا 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 الشيء المطلوب يا أحبابنا أن نخلص لله عز وجل في أعمالنا ورمضان مدرست الإخلاص ليش مدرست الإخلاص لأنك أنت بالصلاة تشرد بتفكر بالحج بتشرد بتفكر أما بالصيام لحالك تجي بك تاكل لا ما باكل أنا طيب شراب ما أحدا شايفك كل ما أحدا شايفك قال لا ساعتا بهذه اللحظة يتحقق الإخلاص بهذه اللحظة تتحقق مراقبة الله عز وجل يا أحبابنا ويتحقق عند الإنسان هذا الأمر فلذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمعنات أول أول قضية شو استفدنا من رمضان الحقيقة استفدنا من رمضان أن نمينا مدرسة الصبر في أنفسنا هاي المدرسة اللي ما في إلى صفوف ولا لمدارس ولا لكرسات قال رمضان لأويلك الصبر قال عززنا الإخلاص عملنا صياني لهالإخلاص هلأ مثل ما برمضان صيامنا كان لله فبدنا نحاول بعد رمضان نعزز كل شيء أن يكون لله كل شيء صلاتنا ذكرنا أعمالنا شغلنا حتى شغلك قال أنا شغلي عم بأخذ مصاري أنويل الله حتى نومك حتى أكلك حتى طعامك إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي شو يعني ومحيايا ومماتي كل شيء في حياتك لله ربي العالمين فأول شيء هذا الشيء اللي استفدناه في رمضان في رمضان اكتسبت عادات جديدة خسرت عادات سيئة خسرت طيب ما علي شيء بدك تقعد تأمل لحالك جدول أنا شو استفدت برمضان نقطة نقطة شو هالعادة الجيدة اللي اكتسبتها شو العادات الجيدة اللي اكتسبتها شو الأعمال اللي ماكن تعملها برات رمضان وهلأ صرت تعملها برمضان بدك تعمل قائمة بكل هذه القضايا حتى تستطيع أن تقيم هذا الشهر وتقيم الحقيقة هذا الأمر شغلة ثانية إنه بدنا نحاول بعد رمضان ما نكون كالتي نقضت غزلها من بعد غزل أن كافر كتير هذا مهم كتير هذا مهم عادات سيئة خلصنا منا نحافظ على هالأمر هذا زدنا إرادتنا زدنا صبرنا نحافظ على هالشيء هذا زدنا أخلصنا نحافظ لأن رمضان ليس هو الهدف يا أحبابنا فكما قال بعض الصالحين قال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان أعكم تكون من هالقوم قال نحن برمضان صمنا وأخلصنا وبرات رمضان وكأن الله يعني موجود في رمضان وغير موجود لا حاشا لله الله في كل وقت الله في كل زمان الله في كل مكان ورحم الله الصديق ورضي الله عنه وأرضاه حينما قال كلمة للتاريخ يا أحبابنا أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام والتصاقا وصاحبه وصديقه وكان يعني خياله في الغار وفي حياته وحينما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وهاج الصحابي وماجوا وخرجوا وقف الصديق بكل ثبات وبكل قوة ليقول كلمة للتاريخ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فاللي كان عم يحيي بشان ليك الأدر اللي كان عم يشتغل بشان رمضان رمضان خلاص أما من كان يعمل لله فدليل صدقه ودليل إخلاصه هو استمراره بالعمل بعد رمضان فالشي ساوينا بدنا نحافظ عليه لا تكون كالتي نقضت غزلها وننهي هالقضيه كذلك الأمر يا أحبابنا أن يكون لنا وقفة مع العبادة اليوم في رمضان زادت العبادة تطورت العبادة الحقيقة تنشطت العبادة لذلك يا أحبابنا بد يكون هالشيء هذا حافظ لنا ليش لأن أهل نحن مأمورين بالعبادة واعبد ربك حتى يأتيك رقين فمأمورين بالعبادة حتى آخر لحظة في حياتنا الله عز وجل وصف المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هكذا مشهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة مو بس بالقرآن مو بس برمضان يضبط لسانه بكل حياته وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة الفرقان 63 هكذا هم بأخلاقهم بلسانهم بكلامهم قالوا بعبادتهم والذين يبيتون لربهم سجدان وقيامة سورة الفرقان 64 يبيتون أتى بصيغة الفعل المضارع للدلال على استمرار الفعل يفعلون ذلك ليس قيام رمضان فقط وإنما سائر الأيام ليش لأنه نحن مطالبون بالعبادة حتى إيش حتى آخر اللحظة فاعبده واصطبر لعبادته سورة مريم 65 فالحقيقة ما حصن لا من عبادة يجب أن نداوم عليه طبعا ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا مطلوب أنه والله مثل ما كنا برمضان نكمل بعد رمضان لا رمضان محطة اتفرغنا فيها وبزلنا فيها من الجهد والوقت ولكن أن نستمر بعد رمضان بما استطعنا فما لا يدرك كله لا يترك كله يعني لا يقل لي واحد والله بيحسن يصلي برمضان 20 ركعة تراويح وما بيحسن يصلي بعد رمضان ركعتين قيام ليل في شخص قال لي قال لي بعد رمضان ما في تراويح قال لي لا أنتوا فهمانين القصة غلط التراويح هي قيام الليل هي موجودة قبل رمضان وبرمضان وبعض رمضان برمضان سميت صلاة التراويح فلذلك يا أحبابنا صلاة خيام الليل كل صلاة بعد صلاة العشاء بدنا نحافظ عليها فاللي صلى برمضان 20 بيحسن يصلي بعد رمضان ركعتين وزحب أربعة وزحب ستة يعني هاي مفتوحة ما شاء الله يوم صلى 8 قد ما بده يصلي بس أقلها ما يقل عن ركعتين في اليوم قرأنا قرآن واستمتعنا بالقرآن الكريم واستمتعنا بوقفات القرآن الكريم بدنا نكمل يا سيدين كنا عم نعمل باليوم جزء وفي ناس عم بيعملوا طيب منيح أعمل هلا باليوم صفحة وصفحتين وثلاثة وتهنى وتأنى وفهام هالكلام وعمال فيه وطبقه كذلك الأمر يا أحبابنا الزكر كان لنا محطات مع الزكر في كل فجر خاصة إخواننا اللي يعني التزموا معنا بثلاثين فجر الحقيقة يعني هاي والله غنيمة كبيرة أنا واسق من حالتهم الروحية ومن طهارة قلوبهم ومن الشيء اللي كسبوه يبني نحافظ على هالشي بعد رمضان بدي كل كل يوم مجلس ذكر تستطيع تقعد بالفجر أد ما استطعت تكسب وقت الفجر لأن وقت الفجر هو وقت الرزق الروحي هو وقت شو التجلي والرزق الروحي هو وقت تشهده الملائكة إن قرآن الفجر كان مشهودة مشهودة تشهده الدفعتين من الملائكة فهكذا يا أحبابنا الذكر هكذا القرآن السحور السحور ربما أدراك ما السحور وقت السحر يا أحبابنا هذا وقت التجلي من الله عز وجل لأهل الأرض فيقول هل من طالب حاجة فأخذي حاجة وهل من مستغفر فأخفر له فإياكم نكون فيه إلى رمضان بشان ناكل ونشرب ونرجع هلأ لوقت السحور تلاقي هدو كل الناس نايمة برجعوا بقى الأولياء والصالحين فهذا وقت الأولياء والصالحين وقت السحور فأوعى اتفوتوا منك أوعى أنت قمت ثلاثين يوم على السحور يا سيدي بالعطلة يومين بالأسبوع ثلاث يام وإذا كل يوم يعني لو قبل الفجر بربع ساعة بتصلي ركاتين وبتدعي وبتستغفر إياك أن تخسر هذا الوقت قمت بعمل الدعوة في كتير أشخاص عملوا عزايم ودعوا ناس حابين تتعرفوا على الإسلام ودعوا ناس لأنهم حابين إيه معلش منحافظ على هالنشاط الدعوي بعد رمضان فمنح كان هالنشاط بدأ في رمضان ومنتابع في بعض رمضان الحياة حياة يا أحبابنا كل هذا الأمر يعني يدعونا إلى حقيقة أن نرجو الله أن نكون من الفائزين إن شاء الله ف بقولوا الناس عبارات لبعض يعني العائدين والفائزين الله يجعلنا ويجعلكم من الفائزين قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال عمران 185 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة الحشر 20 وقال تعالى خالدين فيها أبدا ذلك الفوز ذلك الفوز العظيم التوبة مية لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير البروج لدعش الله يجعلنا من الفائزين انطلقوا غدا إلى صلاة الفجر انطلقوا إلى صلاة العيد انطلقوا إلى جوائزكم فغدا توزع حلل الأولياء غدا توزع حلل المقامات غدا توزع جوائز الكريم يا رب يا رب اجعلنا ممن قبلت صيامه وقبلت قيامه وقبلت ذكره وقبلت تلاوته وقبلت دعوته إليك يا رب اجعلنا غدا من أهل الجائز في أول أيام العيد بفضلك وجودك وكرمك ومنتك وكل عام وأنتم بخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأصحاب المؤمنين الفاتحة